موسيقى مشاهدين العزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وحلقتنا اليوم فيها فقرة مميزة فقرة بيتهم كل بيت مصري وبتأخص كل سيدة وكل بنوتة موجودة ده إن فقرتنا النهاردة هنتكلم عن المودة وهنتكلم عن الأزياء وهنتكلم على كل ما يناسب المودة اللي موجودة والحديث لنا والنهاردة هيسعدنا أن يكون ديفي وضيفكم الأستاذة رحاة أبو عمر أهلا وسهلا أهلا بك إزيك أستاذ تامر أهلا وسهلا بك إحنا سعداء النحاراتك موجودة معنا النهاردة ويسعداء بالأكتر إن إحنا هنتكلم في موضوع بيشغل كل بنوتة وكل سيدة في مصر هو موضوع المودة والدزاير فإحنا عايزين نعرف من حضرتك إيه المودة اللي موجودة السنة دي وإيه الألوان اللي موجودة السنة دي بالنسبة للمودة اللي موجودة حاليا والله هو المودة السنة دي الألوان المشتقة دي أكتر حاجة تنميز المودة في الأيام دي دايما نحن عارفين الألوان الصريحة اللي دايما نواجدين عليها دي هتفضل موجودة الوقت كله وليها طبعا للناس اللي بتحبها وليها طبعا الناس اللي أزواقها كده ولكن المودة اللي يمزي هي الألوان المشتقة من الألوان الصريحة يعني مثلا لو كلمنا عن اللون الأخضر بتلاقي منه بيشتقي منه اللون اللي هو المنت جرين اللي هو يعني كنا زمان بنقول عليه في صدقي درجة من درجات الأخضر عندنا مثلا لو لقينا اللون البنبي اللون البنبي دا وقت كنا زمان عارفينه يعني دلوقتي فيه لون تاني اسمه الكشمير حضرتك لو احنا من سنتين تلاتة كده قلت لحد لون كشمير هيقولك انت بتقول ايه يعني مش هيبقى عارف اللون دا ايه مش هيبقى عارفه في علامة تمام لكن هو من فترة كده ظهر اللون دوت وده مشتق من اللون الروز وهو طبعا لون جميل ولو يعني الناس كتير بتحبه هو لون لطيف جدا حتى في الميكوب حتى في لون الطرح حتى في لبس الكاجول مش بس الصوري طالع يعني وهو لون جميل جدا جدا وده مشتق من اللون الأصلي انا عايز برضا اقول حياتك ازاي ان احنا بنختار عندنا الدزاين احنا طبعا مجتمع شرقي زي حياتك عارفه تماما ومصر ده عادات وتقاليد معينة فالعالم كله في الفتاح على العرب الآخر ان عندنا البنوتة بتخش على السوشيال ميديا بتشوف المهودة بتشوف حاجات كتير موجودة فازاي ان احنا بناخد الدزاين ده وننفزه في مصر يليق بينا ويليق ببناتنا ولاي حضرتك قلت احنا في مجتمع شرقي مفيش حاجة بالناس كلها بتتفق عليها يعني بناخد الدزاين او الموديل من الغرب فعلا معظم يعني خطوط الموديل بتبقى كده ولكن احنا بنعمل عليها تعديلات يعني احنا نقدر نقول ان معظم لو هتكلم عن القتلي بتاعي المكان بتاعي معظم الموديلات اللي فيه بتناسب المحجبات ولكن برضو عندي اللي يناسب البنات اللي مش محجبات والحاجات اللي هي الغربية زي حياتك ما بتقول ولكن احنا بنمتاح عندنا الحمد لله يا رب العالمين احنا ممكن نقفل الفستان لو هو فستان مثلا مش باكمان بنقدر ان احنا نقفله لو فستان قصير احنا ممكن نحنا نطوله يعني متاح عندنا الحمد لله يعني برضو من التناسب بما يليق بيعادتنا تقاللنا بنحاول ان احنا نعمل الدزاين اللي هو يليق ليه ولو في الاخرى وحسب طلب العميل طبعا ولكن احنا عندنا الحمد لله اللي يناسب ده ولي يناسب لو عندنا بنوتة مثلا وبدأ مثلاً عن الزواج نقدر نقول لها إيه المصاح والألوان اللي ممكن تختارها وإيه اللي ممكن إلي معها والله أنا عندي دايماً مقولة كده بقولها يعني دايماً أقول البسي اللي أعلي تمام ما فيش مشكلة إحنا نلبس الموضة ونلبس الأولان الجديدة وكل حاجة بس لازم تكوني حافظة جسمك لازم تكوني عارفة إيه الدفاعات اللي في جسمك اللي أنت ممكن تداريها يعني إحنا مثلاً هنلاقي البنت السمينة شوية البنت الفيعة النحيفة شوية دي لها لبس ودي لها لبس دي لها ألوان ودي لها ألوان يعني مثلاً لو إحنا قلنا مثلاً اخترنا البنت السمينة أو البنت الماليينة أولاً أنا بقولك تعالي وانت مطمنا جداً إحنا عندنا الحمد لله رب العالمين المقاسات اللي تنسبك وعامين حسابك كويس قوي قوي في معظم الموديلات الموجودة عندنا في المكان طب اللون بيختلف إنه هو ممكن يبين بنوتة تخينة أو بنوتة رفعية أكيد أكيد اللعبة بالألوان واللعبة بالتفصيل أو الديزاين نفسه بيفرق برضو يا ريت نو أعرفهم بالنسبة للبنوتة الماليينة اللي يليق عليها في الألوان و اللي يليق عليها عشان برضو يكون استفادوا مننا واستفادوا معنا النهاردة في حرائتنا والله هقول لحرائك حاجة احنا بنتكلم في لون ونوعه ماشي الاثنين بيبقوا يعني ميكس كده مع بعض نطلع منه أحسن حاجة يناسب البشرة ويناسب الوزن يعني لو تكلمنا زي ما قلت لحرائك كده البنت الماليانة أو البنت السنينة هقول لها مثلا المتعرف عليه أن أنت بتلبس الألوان اللي هي الدفية أو الألوان الدكنة الأسود معروف أنه بيلم اللون الجري الجامق معروف أنه بيلم ولكن أنت برضو من حقيقة تلبسي ألوان ميكس كده أو الألوان المشتقة زي احنا بنقول اللي بتليق على بشرتك وفي نفس الوقت تخلي دايما أنت حافظة جسمك يعني أنت عارفة إيه اللي بيليق عليك ولكن أنا أنصحك أقولك أن مثلا لو أنت مليانة من المنطقة اللي فوق ما تختاريش ديزاين في قصات كتير تعرض المنطقة اللي فوق لو أنت مليانة من تحت بلاش الكسر الكتير وبلاش الكشكشة والمنفوش من تحت قوي اللي ممكن يتخنى طبعا لو كلمنا على البنات النحيفة الجسم الرشيق الجميل هنقول العكس أوه تمام كده البسي القصات والبسي الألوان الفتحة والبسي الحجال هي الأقمشة اللي هي المختلطة يعني دايما بنصح البنت الرفيعة ما تلبسيش حاجة ستان مثلا تنام على الجسم كده أو تبقى مزدلع على الجسم فتبين ديفوهات الجسم أكتر البسي الحاجات المختلطة اللي فيها فوليوم شوية يعني فيه مثلا القطيفة القطيفة بيبقى هايل جدا 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 مع البنات النحيفة بالضبط والأقمشة المختلطة اللي هي بتبقى القطن مع الحرير الدونتيل التول ممكن تعمل ميكس بين يعني مثلا البسي دريس فيه نوعين من الأقمشة البسي الأقمشة المطرزة طالعة جدا جدا وشكلها جميل جدا جدا وإن شاء الله هتنزل طب برضو يعني برضو عايزين نفيد برضو بالنسبة للبنوتة اللي هي الصمرة إيه اللي ممكن يليق مع البنوتة الصمرة في الألوان اللي موجودة برضو موجودة في نفس الوقت يزهر وله يعني إحنا هنقول إن البنت الصمرة لبشرة الصمرة دي درجات يعني فيه صمرة فيه أمحي فيه دوبك يعني حاجة شفيفة قوي فكل ده بيتوقف على إن أنا قاعد معاها وإن إحنا نختار الأمشة مع بعض ونختار الألوان مع بعض أو تقيس الفستان وزي دايما ما بقول الفستان بيبان على صحبته يعني إنتي لو شفت ديزاين عجبك أو موديل عجبك على واحدة من صحبتك أو على مانيكان في أي مكان مش شرط إن هو يكون نفس الشكل عليكي لا البسي وجربيه عليكي علشان خاطر تبقي متأكدة مية في المية إن هو اللون والتفصيلة ماشا معاكي وده اللي أنا بتميز به برضو عندي في المكان اللي أنا دايما بقوله إحنا ليه تشتريه وليه تتعيبي نفسك لما ممكن تأجري فستان بتمن يعني إنتي لو اشتريتش فستان واحد بس تحضري بيه مناسبة واحدة بس مش هتلبسيه مناسبة تانية أو تالتة هاي خلاص يعني تصورتي بيه مرة هو صعب يعني إحنا في ظل السوشيال ميديا وفي ظل الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي البرنوطة بتلبس الفستان مرة واحدة وتتصور بيه وبتنازل ستوريز أو بتنازل صورة ليه على السوشيال خلاص خلاص خلص الموضوع الفستان ده بشي تلبس تاني أفدا فأنت بتنسحها تأجري على أساس تكلفته طبقة بسيطة وممكن أن هي كل مناسبة تأجر فستان مش هيكلفها حاجة وهيكون موجود معها باستمرار أكتر من ديزاين وأكتر من تفصيل تمام وده بالضبط فكرة المشروع اللي إحنا عاملينه فكرة مشروع الإيجار اللي هو أن أنت تأجري فستان وكل مرة تتلاعي بلوكو مختلف وبلون مختلف وبتفصيلة مختلفة في حين أن كل يعني مثلا فستان الواحد ممكن مثلا تحضري بيه أربع خمس أربع خمس منازلات طب إيه بقى اللي بيميز قتليه فرحة عن الأتلاهات التانية اللي موجودة هقول لحضرتك إحنا دلوقتي عندنا إحنا أقابل بس ما هخش في الجوزية دي أنا معنا صور لحالتك برضو كنا خدناها من عند لحالتك برضو موجودة فياريت برضو نعرض الصور يا شعباب اللي بوجودة معنا ده فستان كاشمير اللون اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عنه ده من الدزاينات الرائعة اللي بتنسب كمان الأوزان إيروفاية والمليان على فكرة يعني ده من الموديلات المتميزة عندنا جدا من فوق مطرز ومن تحت ستان ويناسب كمان الوقت اللي إحنا فيه ده برضو بالنسبة لحالتك اللون اللي هو الكاشمير اللي هو اللون المشتقم بزبط كده من اللون الروز ده من أحدث الحاجات اللي موجودة في الكليكشن بتاعنا ده المينت جرين اللي لسه برضو سبحان الله كنا نتكلم على نفس اللون اللي هو المينت جرين اللي هو اللي كنا بنقول عليه زمين فصدقي بس هو مش فصدقي صريح يعني هو درجة من درجات الأخدر بيطلق عليه المينت جرين من الحاجات برضو اللي طلع جديد جدا السيزن ده ومن أحدث خطوط الموضة ومن أحدث الألوان اللي طلع أنا شايف أن الموديل نازل كله برضو الموديل والتراز النازل كله اللي هو نازل واسع برضو بالزبط كده ده اللون اللي هو الأوليف أو يعني يسمو زاتوني برضو من مشتقات الجرين أو الأخدر يعني مثلا الموديل ده إحنا عندنا قفلني يعني كان فيه عميلة عندنا طلبة كانت محجبة فقفلناه وكان رائع جدا يعني يعني على حسب طلب العميل برضو بالزبط وحياتك ممكن اللي هيكون بكمامة أو من غير على حسب بالزبط ده لون جلد ده من تصميمات المكان عندي من الفساتين برضو المميزة اللي بتناسب الأوزان المليانة والأوزان الرفيعة يعني بيتزبط قلتي كل لون بيناسب كل بنتة أو كل بنوتة على حسب البشرة على حسب النزجات صمرة أو بيضة وبالنسبة للجسم برضو لو كانت نحيفة حالتك قلت بعد برضو الحاجات إنها متختارش فيه قصات كتير المليانة متختارش قصات كتير بالزبط والمكان زي ما قلت لحريك عندي متميز بكذا حاجة من أهمال حاجات يعني الموضوع اللي حريك ترحتم نحنا بنزبط الفستين على العميل عندنا كمان حاجة جديدة جدا يعني متميزين بيها وهي إن إحنا عاملين حاجة ديليفاري يعني في السنة السوري بيوصل للعميل في البيت يعني حياتك عاملنا ديليفاري في الأتليب بيوصل لغاية العميل لحد البيت يعني ما فيش تعب على العميل لا خالص زي ما دايما بقول في ظل الظروف اللي إحنا فيها وظروف الكورونا وظروف كمان كل ست وكل بنت بيبقى لها ساعات ظروف خاصة معها بيدي سوري كما أنا مداخلة تلفونية ناخد مداخلة تلفونية ودرجة راحاتك ألوه يا فندم مع حضرتك مساء الخير مساء النور يا فندم مساء النور كنت عايزة أشكر مدام رحاب أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك أنا معكي سورة شكراني إزيك يا سورة حضرتك يا عميلة مع قتلية فرحة في المكان نفسه يا فندم أهلا وسهلا بك إيه رأيك بقى في القتلية والمودة اللي موجودة فيه والتعامل معاكم أولا طبعا المدام رحاب طبعا كمة الزوء والتعامل الجميل جدا معنا وطبعا الفستين الموديلات تحفة حتى أنا ما روحت أنا اخترت في الموديلات أبو من الناس بأن الأسعار حالتك برضو هما زي بره ولا أغلى شوية يعني مش عايز حياتك تجامل ليه عشان هي موجودة بس لا والله بدون باملة يعني الأسعار كويسة جدا يعني بتناسب الجميع آه جدا أبو الخدمة عندهم إيه فندم برضو يعني لا يعني مريحة جدا طبعا التين بتاع عمريم الحياة جميل جدا حتى بانوتا اسمها منها فعادتها في كل حاجة منها بتساعدني في المكان احنا طبعا سؤالية إن احنا بنسمع من حياتك الكلام ده طبعا فيه مصدقية فإحنا عايزين نعرف من حياتك برضو إيه الرؤية اللي حياتك شفتها في قتلي فرحة مش موجودة في القتليات التانية اللي موجودة آه طبعا ما فينا نضمن بيسا حيوة أوي اللي هو الديليفري أيضا تمامي فاني لفاجة أنا أول مرة شوفتها يعني بيوصل للعميل لغاية البيت مفيش تعب للعميل يعني راحة بالنسبة للعميل برضو راحة جدا طبعا احنا بنشكرك يا فانديم يا حياتك لو حبت تضيفي حاجة تستفساري برضو عن الموضة اللي موجودة أهلا وسهلا بحياتك برضو يعني لو في حياتك احنا بنشكرك يا فانديم شكرا يا صورة شكرا طب احنا شفنا عميلة من ضمن العملاء عند حياتك بتشكر طبعا في القتلي وفي الزوء اللي موجود مداية دول طبعا على ان فيه خدمة بتقدم للعملاء حضرتك وانهم مبسوطين من الخدمة والتعامل وفيه راحة أكتر اللي هما ما بينزلوش يتعامل نفسهم بالضبط فالخدمة بتوصل لغاية عندهم في البيت ايه جديد بقى بالنسبة لقتليه فرحة في المرحلة اللي جاية والله احنا بصدد ان شاء الله بإذن الله نعمل على ويبقى حاجة بقى صبخة ان شاء الله بإذن الله يعني بدعواتكم وبدعم الناس وحبهم لينا هنقدر نعمل كده بإذن الله وده هتبقى يعني حاجة جميلة جدا وهتريح البنات جدا جدا وستات ان ننسي هتختاري ده ننسي عارفة بقى كأنه زي بقيت الحاجات الموجودة على التليفون هيبقى فيه أكتر من استايل موجود تختار الاستايل اللي هي عايزة والسعر برضو بالنسبة له برضو هو عادكم بإذن الله ربنا بس يوفقانا ان شاء الله ونقدر ان احنا نحقق دوت وكمان ان شاء الله نقدر ان احنا نكبر من المكان بتاعنا زي ما قلت لهذاك انا بتميز في المكان عنزي أولا الديليفوري اللي احنا اتكلمنا عليه دوت ان احنا بنوصل الفستين الكذا فستين يعني هو العميلة بتتكلم معي وبتختار مع بعض كده حسب لون البشرة والوزن زي ما قلت لحضرتك قبل كده وبناخد طريق مندوب شحن بيوصل لها الفستين وبتختار منه احنا نشوف برضو عندنا مقطع كده نشوف برضو بعض الموديلات اللي موجودة عند حضرتك وحيطك تعليين عليها برضو ده فستان بيبي بلو برضو خلينا نقول البيبي بلو مش تقق من البلو برضو من الالوان الجميلة الجديدة دي كلها براية كتير بقى كل الالوان ده المكان عندي مكاننا الله المساعد طب نوع القماش برضو يا فندم بيختلف الموديل من وقت الوقت اه طبعا يعني من اللون والقماش وده الكل بيختلف من وقت الوقت برضو كموديل موجود او ديزاين موجود ايوة يا فندم احنا عندنا مثلا احنا في الشتاء اكيد هنميل اكتر للقطيفة هنميل اكتر للمشا المختلفة المشاة اللي بيتدفي تقيلة شوية طبعا هو الصورية يعني ما فيهش تقيل وخفيف قوي بس يعني احنا بنقدر نقول ان احنا بنحقق ايه رغبة العميلة على قد ما نقدر يعني فيه من ضمن العميلات ان هي بتبقى مساعدة تشيري فستين او تأجر فستين سقيل شوية في الفصل اللي احنا فيه دوت لكن احنا عندنا فرية كبيرة وعندنا الكفيف والسقيل وعندنا مناسب المحجبات وجر المحجبات يعني الحمد لله رب العالمين ما بحدش بيجي عندنا الحمد لله وبيخرج الا هو راضي وكمان في حاجة مهمة جدا انا عايز اتكلم فيها برضو ان احنا لما بنقجر الفستين بنقجره بمجتملاته يعني احنا كنا زمان لا مش بس الاكسسور يعني مثلا احنا كنا زمان لما بنشتري فستين او بنقجر فستين كنا بندوخ شوية على لون الطرحة على لون الباضي على الشامطة على الشوز تمام بالضبط كده دلوقتي حضرتك بتيجي كله متوفر داخل المكان وكل ديزاين مع المكملات او المجتملات بتاع الفستين وبتطلع تمام بس هي عليها تلبس وتروح المناسبة بتاعتها وتكون زي الامر ان شاء الله ودايما اللي احنا ده اللي منطبخ ليه ودايما ده هدفنا ان انتي تطلع من عندنا ارادية وان شاء الله بإذن الله في كل مناسبة ليكي تجيلنا تاني بالنسبة لبردو احنا في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتبقى موجودة فيه بالبعد من انا بيشوف بعض الديزاين اللي بيعجبه فإيه اللي ممكن احنا ننفذه برضو وما يكلفناش جامد والقامشة اللي بتبقى موجودة بتبقى نفس الجودة بس تكون غير مكلفة برضو ماشي هقول لها حدايا وحنا عندنا القامشة فريتي كبيرة جدا ويعني انواع كتير كتير منها طبعا الغالي قوي ومنها الوسط ومنها المناسب لنا بس يعني في الوقت الحالي فيها قامشة بتبقى مطرزة سواء بالسيلفر او بالجولد والقامشة دي بتبقى فيها نسبة لكرا القامشة دي سعرها مناسب جدا جدا واحنا عم نفذين منها اكتر من مودال في المكان وكذا لون عندنا الوان كتير جدا من بداية من الوان الصريحة زي مرة الحرارة كيفية اللون الاحمر والاخدر والازرق عندنا من الوان الجميلة جدا جدا واللي طالع برضو السيزن دي رغم نهاية من الوان الصريحة اللون الازرق الزهري هو لون طالع جدا ورائع وعندنا اكتر من موديل بنفس اللون وده بيناسب برضو الوقت اللي احنا فيه زي مقدر حضرت يعني هو برضو بيكون برضو مش مكلف وفي نفس الوقت بيدي برضو اه لا مش مكلف ودائما يعني اقول لك انت ليه تشتريه وليه تتعبي نفسك تعالي عندنا وان شاء الله هتلاقي اللي نسبك وهتلاقي الحاجة اللي بتتضبط عليكي وهتلاقي مشتملات الفستان ولو انت مش قادرة تنزلي وتنزليش احنا هنجيلة لحد عندك بالفستان اللي نسبك والفستان مش هنلزمك بالديل هنقولك اختاري اللي انت عايزاه حصل الديل تمام ما حصلش الديل بس بتتفاهم مصاريف الشحن وإحنا علينا البقية دائما برضو فيه ملنوطة او فيه سيدة بتحب بتلبس البوت والكعب العالي امتى تلبس الكعب عالي وامتى تلبس بوت وامتى البوت ده ده برضو يعني موضوع كبير وبرضو بيفرق من بنت لبنت ومن ست لست في الوزن البوت ده بالذات يعني مثلا انا لو بنت مليانة رجليها السمانة بتاعتها مثلا مليانة شوي شور هاختر لها ماتيريال مش مايكبرش رجلها يعني لو احنا بصنا للبوتات هنلاقي ان فيها ماتيريالز كتير يعني فيه مثلا من الفارو فيه من الجلد فيه من الليكرا اللي هو عامل زي الشراب اللي طالع الجديد ده فأنا لو بنت مليانة شوية انصح هقول لها البسي الحاجة اللي يكرا اللي تلم الرجل او البسي الجلد او البسي الحاجة اللي هي فيها فليكسبر اللي هي ممكن تكون برباط تقدر تلم الرجل شوية لكن لو انت رفيعه البسي الي يعجبك البسي البوت اللي فيه فارو مهمكيش البسي البوت اللي هو صوف في بعض الابوات بتتعمل من الخامات القماش بيبقى فيها زي الصوف كده البسي ما هميكيش لان انت طبعا جسمك جميل وطيعة مش هيهمك حاجة بس احنا لو تكلمنا عن البوت كمان مع البنت المليانة انصحها تلبسه على بانطلون يعني لو انت مليانة شوية البسيه على بانطلون هاي ويست هيزبط الجسم جدا وهيبقى شكله جميل لو انت قصيرة انصحك انت تلبسيه على جيب جيب قصير مع البوت بيبقى شكله جميل جدا جدا وبيدي طول للبنوتات القصيرة وده طبعا من اللبس الكاجوة طب وبرده بالنسبة لدزاين للبنت المليانة بيكون درس افضل لها ولا بانطلون وبرده العكس احنا لو تكلمنا عن الصوريه لان انا طبعا دوات المشروع بتاعي لانا بتكلم عنه هقول لها البس درس وزي ما قلنا يعني لو انت مليانة قليلي القصات وقليلي الكشكشة او الكسر اللي موجودة في الفستان البسي ستين البسي ليكرا برضو مفيش مشكلة بنسبة ليكرا يعني لكن لو انت رفياع البسي القماش المختلط القطن مع الحرير البسي الدنتال هينفيش وهيدي شكل جميل قوي ودايما بقول البسي اللي يليق عليكي هافضل اقولها وفي نفس الوقت هتكلم برضو عن مكاني وعن وعن مشروعي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يكبر ويبقى حساب من كده وإحنا ان شاء الله في الخطة القريبة ان شاء الله يا رب بإذن الله هناخد مكان اكبر وهنعمل ان شاء الله قسم الرجالي لانه هو لسه مش متوفر بلوقتي قسم الرجالي لكن احنا ان شاء الله هنعمله انت والد ان شاء الله بإذن الله هنعمل ان شاء الله البيدر وهنعمل كمان ما ننساش الاطفال وما ننساش كمان اللي هو السن المحير ده اللي دايما بيغلبنا ان شاء الله بإذن الله هيكون موجودة عندنا يعني نطمن رجال مصر والشباب مصر واطفال نصر للفترة اللي جايه هيكون فيه قسم للاطفال والرجال بإذن الله إن شاء الله في القريب نحن بنجهز مكان يكون أكبر بإذن الله هو أكبر ويكون فيه إن شاء الله أنواع كتير ويكون فيه دجالي والحريمي وفيه كمان إن شاء الله الأكسسرز يعني هتطلعي كمان جايبة الأكسسرز يعني هي هتيجي تريفر هيروح ومش محتاج أي حاجة أنها تنزل تشتريها وإن شاء الله يكون الأبليكيشن نتفعل لو حبينا بقى نوجه رسالة أخيرة للسيدات مصر وبنات مصر يقول لهم إيه عن الموضة في الفترة هنقول تاني البسي اللي أعليكي البسي اللي يخليكي حلوة اعرفي تفاصيل الجسمك كويس علشان خاطر تقدري تلبسي الحاجة اللطيفة اللي تبقى شكلها جميل عليكي وتحليكي أكتر هو ده أكتر حاجة قادر أقولها البسي ألوان الموضة مش هي الأساس الموضة اللي تنسبك هي اللي تلبسيها يعني بنسمع عن حاجات كتير كانت موجودة زمان وبطلت وسبحان الله دلوقتي بنشوفها تاني بترجع فبالتالي ما فيش حاجة اسمها موضة صريحة كده صرف لا لازم الموضة تكون من أسباكي وتكون عاملالك رضا تبصي نفسك في المراية تحسي أن أنت حلوة مجرد ما حسستي كده خلاص تكلي على الله أنت كده جميلة ومبروك عليكي احنا طبعا بنشكر حضراتك النهاردة للمعلومات الجميلة واللي أنت أضفتيه وبيهم كل سيدة وكل منوطة موجودة في مصر واستفدنا من حياتك كتير النهاردة شكرا جزي من حلقاتنا عايز أتقدم بخالص التاني للسيد اللواء خالد بلاسي والسيد النقيب أحمد جمال والسيد بلازم يوسف بلاسي للجود المبزولة في خدمة الوطن وخدمة المجتمع بنشكرهم وبنشكر حضراتك ودايما في كل نهاية حلقة بالنظوم إذا بيحب مصر يخاف على مصر وإلى اللقاء في حلقة قادمة شكرا جدا شكرا شكرا